في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة مسلمة تسمى تميمة بنت وهب من صحابي جليل اسمه رفاعة وقد أعطاها حديقة مهرا لها وكانت تحيى حياة سعيدة مع زوجها رفاعة وكان هو يعاملها أحسن معاملة كما أمر الإسلام ولكنها ذات يوم رأته مقبلا مع مجموعة من الرجال وإذا هو أقبحهم منظرا فلم تقنع بما قسمه الله لها من زوج حسن الخلق والمعاملة وحدثتها نفسها لماذا أصبر على هذا الزوج القبيح وتضيع حياتي معه فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها وقالت يا رسول الله والله إني لا أعيب على زوجي في خلق ولا دين فهو نعم الناس بأخلاقه ودينه لكني لا أتحمل البقاء معه ولا أريد أن أستمر معه فأنا أكره كما أكره الكفر فقال لها رسول الله أتردين عليه حديقته فقال التميمة أرد عليه حديقته فقال رسول الله لزوجها إن المرأة لا تريدك فخذ الحديقة وطلقها فطلقها رفاعة وبعد أن أكملت عدتها تزينت حيث كانت تريد رجلا آخر ليتزوجها وبالفعل تزوجها بمثل تلك الأقوال لذلك ذهب التميمة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها تشتكي من الزوج الجديد وقالت لها إن الزوجي يعاملني معاملة سيئة وقد اغتررت بجمال صورته إلا أنه يضربني وكان التميمة تلبس خمارا أخضر لون وقالت للسيدة عائشة رضي الله عنها انظر إلى يدي فلما نظرت السيدة عائشة إلى يدها إذا بها آثار ضربات لونها أخضر وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت كانت تميمة تجلس على جنب فسأل رسول الله السيدة عائشة من هذه يا عائشة فأخبرته السيدة عائشة باسمها وقصتها ثم قالت وقد جاءتني تشتكي أن زوجها يضربها والله يا رسول الله لا أدري أذراعها أشد خضرة أم خمارها من شدة الضرب فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحضار زوجها فحضر الزوج ومعه ولدان من زوجة غيرها فلما أقبل زمت الزوجة رجولته فدافع الرجل عن نفسه وقال كذبت إنها ناشز تريد رفاعة وأنا عندي زوجة قبلها فقال له رسول الله هل هؤلاء أولادك؟ فقال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لديه أولاد وهو قادر ثم قال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ثم أكمل قائلاً لا والله أنت اشتقت إلى زوجك الأول فإن كان ذلك لم تحلي له حتى يذوق من عسيلتك أي يجب أن تستمر حياتك مع زوجك الحال فيجب على الزوجة أن ترضى بنصيبها الذي قسمه الله لها ولا تكون ناشزاً بسبب وساوس في رأسها بل عليها أن تذكر محاسن زوجها ولا تقارنه بأحد فنتيجة عدم القناعة والرضا تكون خسارة على صاحبها دائماً يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تلميذ في الصف الرابع الابتدائي مستواه الدراسي منذ صغره لا يتعدى الستين بالمئة فكان والده يضغط عليه كثيراً ليتفوق وفي كثير من الأوقات كانت أمه تقارنه بزملائه وإخوته وأقاربه فتأزم نفسياً وبدأ يكلم نفسه كثيراً ويبكي وهو نائم ومر المسكين بحالة اكتئاب شديد ذهب الوالدان به لأكبر طبيب نفسي واشتكت أمه للطبيب قلة حفظ ولدها فأعطاهما الطبيب دواء لتقوية الذاكرة تسبب لاحقاً في تكوين ماء على المخ شعر الوالدان بعد ذلك أنهما يقودان ابنهما نحو الجنون فهم يريدان من صغيرهما تحقيق حلم التفوق الدراسي فقط وكأنهما يطلبان من حصان أن يمشي بسرعة القطار لذلك شعر الأب أن ابنه بدأ يضيع منه خاصة بعدما قال له شقيقه إمام المسجد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتضان الأبناء وتقبيلهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلا تضغط على ابنك كثيرا فربما يتعب نفسيا فتنفق في علاجه كل ما تملك ليعود طبيعيا كما كان وقد لا تنجح وأبناءك رزق من الله فتقبل رزقك بأبنائك بالرضا واجتهد في تربيتهم على ما يرضي الله عز وجل واقنع أن رزقهم تكفل به الله وهذه الحياة نعيشها مرة واحدة فاستمتع بأبنائك واقبلهم بجميع حالاتهم اقتنع الأب بكلام شقيقه وقرر تغيير طريقته القاتلة مع ابنه فذهب لزيارة ابنه في المدرسة واستأذن من معلم الفصل كي يقول كلمة لابنه أمام زملائه ثم وقف أمام التلميذ ونادى على ابنه وأحاطه بذرعيه وقال لزملائه هذا ابني وأنا أحبه كثيرا وهو يجتهد كثيرا ويذاكر ومهما كانت درجاته قليلة فحبه في قلبي كبير ومهما فعل فهو ابني وحبيبي ومن اليوم سأطبق عليه القاعدة التي تقول على المرء أن يعمل وليس عليه إدراك النجاح فإن ذاكر وكان الأول فهو ابني وحبيبي وإن ذاكر ورسب فهو ابني وحبيبي أريد أمامكم أن أتأسف له على ما فعلته معه فيما مضى ثم قبل الأب رأس ابنه أمام زملائه وانهمرت الدموع من عيني الأب وابنه فأخذه الأب في حضنه وصفق جميع التلاميذ له وعاد الأب يومها إلى البيت مرتاحا وعاد الإبن سعيدا وقال لأبيه لقد رفعت رأس اليوم يا أبي لقد قال لي زميل الأول على الفصل ليت لي أبا مثل أبيك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا تعود هادي منذ أن كان صغيرا على عدم رؤية والده إلا لدقائق معدودة وتكون في الصباح فقط عند ذهابه للمدرسة ويكون والده ذاهبا لعمله الذي يعود منه آخر الليل بعد أن يكون هادي قد نام لم يلاعب الأب ابنه أو يأخذه معه إلى المسجد حيث كان الأب لا يصلي كما أن الأب لم يحضر ليشجع ابنه في مسابقة رياضية اشترك بها أو ليشاهده في حفلة مدرسته وبسبب انشغال الأب الدائم في عمله وبسبب عدم التزام هادي بالصلاة كان يجلس حزينا أغلب الأوقات ولا يخرجه من حزنه سوى أمه التي كانت تضاعف اهتمامها به وفي أحد الأيام فوجئ هادي بأبيه يقول لأمه غدا سننتقل إلى العاصمة فقد حصلت على ترقية كبيرة وتضاعف مرتبي وفجأة انتقل هادي إلى مكان جديد لا يعرف أحدا فيه فزاد حزنه وكآبته وظل على هذا الحال حتى التقى بجاره الشيخ سعيد ليلة رؤية هلال شهر رمضان حيث ابتسم له الشيخ وسلم عليه وأعطاه هدية جميلة وقال له من الغد سننتظرك لتصلي معنا جماعة في المسجد ومنذ هذا اليوم تعلق هادي بالشيخ سعيد تعلقا كبيرا فقد قام بتحفيظه القرآن وعرفه بقصص الأنبياء وشرح له الأحاديث النبوية الشريفة فتبدل حال هادي من حزن إلى سعادة وتفوق دراسي ملحوظ وأشعر أن للحياة طعم جميل وفي يوم عاد الأب من عمله ووجد زوجته حزينة فسألها عن سبب حزنها فقالت له هادي طوال اليوم لم يتناول طعاما وهو في غرفته يبكي منذ أن عاد من المدرسة أسرع الأب إلى غرفة هادي فوجده في حالة حزن شديد ودموعه تسيل على وجهه فاقترب منه وسأله ماذا بك؟ ما الذي أحزنك كل هذا الحزن؟ هل أزعجك أحد من زملائك أم أنك قصرت في واجباتك المدرسية؟ فعاقبك المعلم رفع هادي رأسه في حزن قائلا لا هذا ولا ذاك يا أبي ولكن توفي جارنا العم سعيد تعجب الأب كثيرا عندما سمع هذا الخبر وقال ولماذا كل هذا الحزن والبكاء يا ولدي؟ إنه رجل عجوز قد شبع من الدنيا ولا أظن أن أحد من أبنائه قد بكى لموته مثل بكائك هذا وهل إن ميت أنا ستبكي لوفاتي هكذا مثل بكائك لوفاة جارنا؟ والله لا أظن هذا دعك من البكاء الآن فهو شيخ كبير استراح من الدنيا ومشاكلها وهيا يا بني لنتناول الطعام فأنا أكاد أموت جوعا نظر الإبن إلى والده نظرة عتاب وهو يقول لا يا أبي لن أتوقف عن البكاء لوفاة العم سعيد لقد كان يصحبني دائما للمسجد ويعلمني القرآن الكريم وينصحني بمرافقة الصالحين وكان يرعاني دائما كأنني واحد من أبنائه وكان يحبني ويخاف علي ويسأل عني إن غبت أو مرط فكيف لا أبكيه؟ وقد كان لي نعم الأبي والأخ والصديق وكان حريصا علي وعلى مصلحتي بينما أنت غافل عني لا تهتم بي ولا تسألني عن صلاتي ولا عن أصحابي ولا تذهب معي للمسجد ولا تحرص على أداء الصلاة ولا هم لك إلا جمع المال كيف تريد مني أن أبكيك مثل بكائي عليه؟ سمع الأب هذه الكلمات فاقشعر جسده وأحس كأن نارا أحرقته فنهض من مكانه وغادر غرفة ولده وأخذ يفكر في كلمات ابنه ويراجع نفسه فشعر بالتقصير الشديد وأحس بالحزن والندم وأخذ يردد بصوت بسموع معك حق يا بني فلم أكن لك مثل جارنا رحمه الله الآن فقط أدركت كم كنت مقصرا في رعايتك وتربيتك وانشغلت بالعمل وجمع المال والآن لابد أن أتوب وأرجع إلى الله عز وجل لأعوضك عما سبق وأصبح لك مثل ما كان العم سعيد أصلي معك الصلوات كلها في المسجد ونتعلم القرآن سمع هادي كلمات والده عندما كان ذاهبا إلى غرفته ليعتذر له عما بدر منه من كلمات موجعة فطار فرحا وأخذ يعانق أباه وهو يقول الآن سأتوقف عن البكاء يا أبي فقد عوضني الله على الشيخ سعيد بخير من يهتم به ويرشدني إلى الطريق الصحيح إنه أنت يا أبي فالحمد لله كانت الأم تراقب المشهد ودموعها تسيل على خديها فتوجهت نحو القبلة وسجدت لله شاكرة لتوبة زوجها على يد ولدها الصغير يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها بلائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في إحدى القرى عاش فلاح فقير في ظروف سيئة حيث كان يعمل باليومية واليوم الذي يمرض فيه لا يجد لقمة عيش ومع ذلك كان راضياً بحاله لا يشكو أو يتذمر وكان ما يقلقه خوفه الشديد على مستقبل ابنه الوحيد فهو قد استطاع تحمل سوء العيش ولكن ماذا عن ابنه؟ إنه ما زال صغيراً والحياة ليست سهلة فكيف سيعيش في عالم لا يؤمن سوى بقوة المادة؟ وفي يوم من الأيام وبينما كان الأب يتجول في أحد المراعي سمع صوت كلب ينبح نباحاً مستمراً فذهب الأب مسرعاً ناحية الكلب فوجد طفلاً غارقاً في بركة من الوحل ويصرخ بصوت غير مسموع من شدة الخوف في هذه اللحظة لم يفكر الأب بل قفز بملابسه في بحيرة الوحل وأمسك بالصبي وأخرجه وأنقذ حياته ثم عاد لبيته مسروراً وفي اليوم الثاني جاء إلى بيت الأب الفقير رجل تبدو عليه علامات النعمة والثراء وعرف أن هذا الثري هو والد الصبي الذي أنقذه من الموت ابتسم الثري للأب ثم قال له لو قدمت لك الشكر طوال حياتي فلن أوفي لك حقك أنا مدين لك بحياة ابني أطلب مني ما شئت من أموال أو مجوهرات أو ما يقر عينيك أجاب الأب الفقير أنا لم أفعل سوى ما يمليه علي ضميري وأي فلاح مثلي كان سيفعل مثل ما فعلت فابنك هذا مثل ابني والموقف الذي تعرض له كان من الممكن أن يتعرض له ابني أيضاً رد الثري حسناً طالما تعتبر ابني مثل ابنك فأنا سأخذ ابنك وأتولى مصاريف تعليمه حتى يصير رجلاً متعلمة نافعاً لأسرته ولبلاده طار الأب من السعادة ولم يصدق ما يسمع فأخيراً سيتعلم ابنه في مدارس العظماء وبالفعل تعلم الصغير في أرقى المدارس وظل ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى تخرج طبيبه وتمر الأيام ويمرض ابن الثري بمرض خطير فاستطاع الطبيب الشاب ابن الفلاح الفقير إنقاذ حياته بتوفيق من الله وكان والده قد أنقذ حياة ابن الثري من قبل وقد حاول الثري أن يهب نصف ممتلكاته للطبيب الشاب إلا أنه رفض ذلك وقال له لقد أوصاني أبي قائلاً إذا عملت معروفاً فلا تنتظر شكراً من أحد ويكفيك ثواب الواحد الصمد وثق تماماً بأنه لن يضيع عند الله أبداً ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فتاة جامعية فتاة جامعية على قدر كبير من الجمال ووالدها رجل أعمال شهير يمتلك العديد من المصانع والشركات تلك الفتاة كانت محطة إعجاب الشباب لجمالها وأناقتها ولكن حظها العاثر ساق إليها شاباً فقيراً كان يعمل محاسباً عند والدها فسولت له نفسه الوصول لهذه الفتاة والزواج منها بشتى الطرق ولأنه قليل الحيلة ويعلم جيداً أنه سيفشل وسيخسر كل شيء لو تقدم لخطبتها لذلك استخدم وسيلة شيطانية للفوز بالفتاة عن طريق السحر فبدأ بالتعامل والتردد على السحرة والدجالين وشراء كتب السحر فتعلم طرق السحر في فترة وجيزة وعلى الفور انطلق يمارس السحر على الحسناء الجامعية فبدأ التنام كثيراً وتشعر بكسل وإرهاق دون أي مجهود تبذله حتى بدأت ملاميحها تذبل ووزنها ينقص وفشلت خطبتها أكثر من مرة دون سبب أو مبرر ومع ظهور تلك الأعراض عليها استحبها والدها إلى أشهر الأطباء للعلاج دون فائدة من تشخيص حالتها فبدأ المحاسب الثعبان يلتف ويقترب إلى أسرتها بالدعاء أنه معالج للسحر ويمكنه علاجها فكان يعطيها أوراقاً مكتوباً عليها طلاسم ويضعها في الماء لتشربها وأخرى تضعها على جسدها إلى أن تغير لون جسدها وأصبح أشبه بالقرود وسقط جزء كبير من شعرها وتغيرت رائحة عرقها ولون بشرتها وأصبحت كالدمية لا حول لها ولا قوة وازدادت الحالة سوءاً في هذا الوقت عادت إحدى صديقاتها الملتزمات من سفر طال لأعوام وعندما علمت بما حدث لصديقتها زارتها ومع أول لقاء بينهما بدأت بقراءة آيات القرآن الكريم من سورة البقرة والصافات والمؤمنون وسورة ياسين والرقية الشرعية على ماء تشربه وماء تستحم به خارج الحمام لفك التلاصم الموجودة على جسدها ثم أوصت صديقتها بقراءة القرآن خاصة سورة البقرة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً وأن تحفظ وتردد أذكار الصباح والمساء صباحاً ومساءً وأن تتقرب إلى الله بصلاة الليل فنفذت الفتاة بحب واقتناع كل ما طلب منها وبفضل الله تعالى شفيت الفتاة في يومين وعادت لحالتها الطبيعية ونشاطها ومنذ ذلك اليوم أصبحت تصلي وتقرأ القرآن وتعيش مع الأذكار والأحاديث النبوية عرفاناً لله وشكراً له أما الشاب فقد قام والدها بتحرير محضر سرقة للمحاسب الشاب بعد أن اختلس مبلغاً كبيراً ودخل السجن لينال عقابه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ترجمة نانسي قنقر